بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن الأداب والأخلاق الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث وسلامنا في خمار مذنو نعم أخلاق إدب للواردة قولوش مكسونا نعم المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلمان آدم في خمار مذنو محمد صلى الله عليه وسلم يذن أي يرمي في أخلاقه؟ أخلاقنا في تعامل مع الناس في الأذكار أدبار الصلوات المفروضة الخامس يحافظ عليها في هذا الوقت نحن النجد من الناس في الموقف الفوضة Brilliant مثل الصباح أو مساء ؟ علينا أن يأتذرك أماما وزيفون طفولا عند دخول المنزل أو الخروج من بعد س mitad أو ركوب من فضلك كل يوم عند دخول الحمام والخروج من فضلك كل يوم عند سابر الخاف فرائق يوم أو ركوب مجال عند نحن النجد من خماما و الخروج من عند نزول الغايث؟ المسلم لا يسب ولا يشتب ولا يلعن المسلمين نعم خفا فيه ونميا اما ان يقول خيرا او يسكت يحافظ على الصلاوات المفروض الخمس مع الجماعة يحافظ على السنن الرواتب التي مرتبة مع الفرائض يكون له ورد من القرآن يومي استحب له ان يصوم الاثنين والخميس نعم يفشي السلام يسلم على من يعرف من لا يعرف يسلم عندما يدخل يسلم عندما يخرج يحافظ على الصلاوات المفروض الخمس مع الجماعة 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 يعني الثام دينا ننن ألملن أور الملي نعم كذلك يعني يصدق في كلامه ولا يأتل كذب حكماني سورة المسلمان آدم نائل والملي يالان سوزم الله قرر لانا دغر سوزم الله دينا دغرين يصدق مع الله و يصدق مع عباد الله لا يتكلم في الآخرين الغيبة يتكلم عنهم نعم لا تتبع عورات المسلمين بأن ينظر إليهم أو يفتش في جوالاتهم أو يعني يحقق مع الآخرين ماذا تصنع مع زوجتك مثلا ربيعي صلة الأرحم قيام الليل صلاة الويتر يتحرى أوقات إجابة الدعاية الله تعالى يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوال وأفعالي كيف يقضل عزيزة الله تعالى الله تعالى أعلى الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى وصحبه وسلم زاك الله خير